وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى مدينة رامالة أنتوني بلانكن وصل للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازل في رامالة وأكد طبعا في هذا اللقاء على بعض الموضوعات الهامة بيتقدمها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 5 مليون و 500 ألف دولار مساعدات عاجلة لقطاع غزة و 32 مليون لمنظمات الإغافة الدولية أشهد وزير الخارجية الأمريكي بكل الجهود التي تمت ويتقدمها طبعا الجهد المصري المبذول لقطاع غزة من إعمار من إغاثات ومساعدات إنسانية وغذائية وصحية من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة غدا ضمن جولة له في المنطقة أعتقد أن العنف الذي شهدناه في الأسبوع الأخيرة يذكرنا بالحاجة لمحاولة إحراز تقدم حقيقي تجاه حل النزاع سلميا النزاع الذي لا يزال يشغل الفلسطينيين والإسرائيليين من ناحية الانخراط القيادة الأمريكية لاحظهم الرئيس بايدن مصر جدا وأيضا يقوم بدبلوماسية ما وراء السطار مصر على عمل الأشياء التي يجب عملها وأولها الوصول إلى وقف لإطلاق النار وهناك الكثير من العمل الشاق وجهود للآخرين بما فيهم المصريين واستطعنا تحقيق ذلك ولكن هذه هي نقطة البداية أعتقد أن من الضروري بالنسبة لنا الآن أن نعمل مع شركائنا هنا ومع آخرين كما قلت للتطرق للاحتياجات الملحة لغزة ولشعب غزة أعتقد أن نعمل مع شركائنا هنا